السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذيري رخوتي بخير كنت من كل شيكم بخير وعلى ما يرام شكرا لجميع المتابعين أو فيها لات القناة هذه المتواضعة ولهذا العبدالطاعيف باش ما نطولش عليكم أخوتي المغربة بحل العداء بدون لغة خشب ولا تملوك ولا تزندق ولا تسمصير ولا كذوب على عباد الله ولا تكبر ولا تمشي مارحا فوق الأرض جيتكم مواضيع مهمة كتهمكم إلا كنتم مغربة بقوا معي ما تمشيوا فين إلا بغتو تقطعوا البر الأمان ما نجبتش البندير كي نقول لكم ديما في الفيديو ديالي ما نجبتش البندير أنا من الساكه هذا ونطبل لك ونقول لك رأى العمز وين ونترى مدى جوجل كتال جذر تطبال في البندير كي يجي من بعد هذا الوقت هذه ديالها غارسها غارس ديال الخدمة ماشي ديال تطبال في البندير جيتكم مواضيع مهمة كتهمكم مواضيع اجتماعية وقتصادية اللي كتخبطو فيها مؤخرا واحد المرة قتلت البنت ديالها قدرتها في الباليزة في البشيرة جيتها قادير القصة ديالك تشبه للقصة ديالش الحل اللي خرجت لمسينة في الباليزة باش ما نحرقش لمرحيل الموضوع التاني ديال واحد البندز في واحد منبر اعلامي كتغوتها كوكا الحق سحب تطيحة عليها تومادرش هذا مزور باعبد الأطباء الله يديهم كيدروا شواهيد مزورة ولكن الموضوع الاساسي واللي اتار انتباهي في الحلقات ديالها البنت هديم سكينا والنقطة الاساسية التي اثارتني بخصوص المشكلة لها البنت هذي مسكينة واللي يعني منها بزاف ديال العائلات في المغرب وهو أنه قالت لك بأن الناس يعيرهم كيقولوا الباعة عندك غير البنات يعني كيحقرهم حيث هما غير بنات جيز أنا باش ننوركم ونوصل لها الرسالة ديالي ونطمئناها ونقول لها يطمئني أختي رأى البنات براسهم رأى هم عندهم فوائد في الحياة وكما كانوا ش عندهم فوائد في الحياة الله ما غير يخلقكمش ما غير يخلقش النساء النساء كيلعبوا دور مهم في المجتمع وكانوا في الحرب بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقين والمخلوقات النساء والنساء كانوا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والنساء هما اللي ولدون احنا ياهما اللي كيلولدون الرجال الحقيقيين هما النساء على شكاتب كيو كاتب كيو كاتبولي بأننا محقورين ما حقر كتاشي واحد المرة بألف رجل كي كان قولوه جيت أختي المغربة لنوركم بخصوص الجريمة اللي وقعت في التشيرة المرأة اللي خنقت البنت الصغيرة التي تبلغها من السن 4 سنوات خنقتها بمبيض الحشرة بايجو كما قالوا الجيران هذا ما جاء على لسان الجيران هما اللي قالوا هذا الشيء وانا بحثت في هذا الموضوع مزيان وعندي معطايات وكان خدم على هذه المعطايات اللي عندي وجيت باش نوركم بخصوص هذه المشكلة هذا اللي يوقع العديد دي الناس وبالزاف ديال العيالة تقتلوا الأبناء ديالهم المشكل منين كي يجيه وره الجيران هدروا على هذا الشيء بلا ما يشعروا بلا ما يحسوا هذه السيدات قلت لك هي من ورزازات وجيت سكنات فقادير حيث العديد ديال النساء من المغرب بسائر المغرب كي يجيوا لقادير باش يخدموا في الفلاحة ومن بعد كي يكريوا تماماك ويخليوا الولاد ديالهم عند الوالدات ديالهم عند الامهات ديالهم حيث كي يكونوا صغر كي يجيوا غيبوا بحديتهم وكي يتلقوا مع أي يعني اللي كي نقولوا إحنا يا أصدقاء السوء كي يتلقوا مع عيالات خرين اللي كي يمشوا في الفساد والرديلة وهو ما كي يكونوا مطلقين باش كتلكم المغربرة غادية الهاوية اللي يستر كتر تطلق بزاف والفساد المرة مني كتطلع بوحد هلا قادير وكتكري مع ابنات ما كتعرفو مش كتجهلهم كتجهل شكون هوما ضروري غاد يتطحشي وحدة مسوسة كما نقولوا الكربة ديال الخوخ كتكون زوينة ولكن وحدة مسوسة كتكون في القاع ويالي كتتسوس لك الكربة كلها دونك ستتحيد هذه المسوسة بلوحها في القبيل فزبل أعز الله وقدركم باش يبقى الخوخ كله مزيان ويحافظ على هذه الجودة دياله وكي نقولوا حيث المرة يكون عندها واحد الجودة ولكن مني كتطلقها مع الفسادات كتنتهي الصلاحية ديالها ما كتبقاش عندها الجودة لماذا؟ لأن هذه الفسادات تخرج عليها وهذا الشيء الذي يترى العديد من النساء وهذه المرة التي قتلت لبنت ديالها بايجوه كانت معه واحد يقول لك وهذا الشيء الذي يتبقى لها يقول لها بنتك برسطاتني بنتك كانت برسطني في الطار ومشيت الخدمة خليتها معي بوحدة هذه طاحت الطيحة بركات في الطو نحن لا مرتاحين هذا بنتك معنا لديها لأمك ونحن لا مرتاحين إذا لم أردت لبنت ديالك ما لديك الكبدات عنها وهذا الشيء الذي نراهها الله الحنونة اللي تتخلي هؤلاء الحنونة اللي تتناول عنه لدائها لا تستطيع العديد من الناس ولم تستطيع سمت فقط لا تقلير البنت ديالش هذا الشيء الذي لا تريد ان تقل في دماغ ايدي لا تريد غير البنت ديالك هى هذا الشيء وحدة تقول لها ليس لديك أنا لا تريد لدات ديالك كم تريد ببنت هذه لا تريد هكا ويمكن حياة حراف بحياتي ونصح لديهم الكبداء على الولادهم الذين لا يستطيعون أن يربيوا الولادهم كيف يفضلون الخليل هذا السيد معه من كانت هي فضلتك السيد على بنتها كيف يفضلون أن تذهبوا مع أصدقاء على الولادهم والصغرين والولادهم يخصصون أنهم تربيهم لأنهم يكونوا الخلاف حتى لا يريدهم أو أنه لا يريد التعميتي نقول في المغرب لا يريد التعميتي بمثال غرب هذه الفلحة قال لها لا يريد أن تقوم على الناس أو أن تقلل بباناً أو أن تقلل بباتاً أن تقلل البنية وتذكر تقلل بشكل النهاية وأن لماذا قتلتها ؟ لا يريد أن تقتل الروح التي حرمها الله لا يريد أن تقتل الروح وقتل الناس جميعاً الله سبحانه وتعالى ما يقدرش عندنا أبات العيالات اللي يخدمون في أقادير الأغلبية كيكونوا 4 عدية للعيالات كريم في بيت واحد كتكون ديما وحدة فاسدة كتخرج على ذلك ثلاثة العيالات كتقدر تخرج على جوج ووحدة كتجر راسها مزيان كتزير راسها وكتغلب على الشيطان هي اللي كتمن علىها الجوج الأخرين كتخرجهم على الطريق هذا الشي اللي كيوقع في المدون اللي كيكون فيهم مثلا الخدمة والأحياء الصناعية مثلا والفلاحة بحالة قدير متانا فيها الفلاحة كيطلعوا العيالات كيخدمو تماما وكيطلقوا مع الفاسيقات الفاسيدات كيخرجوا عليهم وكيقولوا الوالدين ديالهم راح نخدامين هم فعلا نهار له الفاش كيمشي وكيخدمو في الفلاحة فعلا ولكن تمارا والفيق بكريم في الصباح وتمارا وكذا تالي صاحب تقول لها دابا انت كتدربي تمالا النهار كله على 60 درهم وانهر مشيت كنود حتى العشرة لحدة شو تلقت مع واحد الكامبو كيكتقول لها وحد العربي جابع شبقر ديالو هنا ودك شو تلاقيتم ومشيت معا قلس ما غير ساعد الماققى وعطاني 4500 ريال سيري ذبر على رسك حتى انت هلاذ كتدربي تمارا واش ندلوقت هذي انا هي ذي لتامارا هذي لوقت هذي لتامارا يضرب بنادم تمارا اختي واش نحن يصح نتهدد في تمارا بارك علنا من تمارا الحمدولي الله كل شي كان السابون كين كل شي كان الماكياج كين مقير اسكو دوري براسكو سيري للحمام ويا الله إلا ما تعرفيش قاع لا أجي معي أنا نوريك كيفاش غاد ديريك ما كتعرفيش كتحش لا أختي أنا كنحشما لا أقدرش ندير ذلك شيء كنحاف من الله نرلو لك كتقول شوف الشيطان كيف يضغط على الإنسان من كتلقى مع شيء واحد مسخوط ومجريم كيف يخرج عليك لا ما نقدرش أختي أنا خسن يخدم في الحلال واختي رأى الله تبقى كل نار تدخل لك الأفكار وكتبقى تأكيد السيدة تكتبقى عن صاحبتي رأى ربي مقبل بشكل هذا وكتبقى عن طريق الراجل يخرجوا في القيصارية تقول لشري هاذا هذي هذي رحة زوينة هذي هذي زوينة هذي 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 غدف العشية يلا نخرجوا أختي نجلون الأختي يصوني على هذا السيبيبي صاحباء هذا اللي باع العجلي ويقلت لها في السوق في اللحظة التي تكون معها في القيصارية تكون دي جي رارسات قبل مع ذلك السيدة تقول له معي واحد سيدة جيب ذلك ساحبك اللي قلت لي هنا فين كي خرجوا على العيالات كي يكونوا غادي انتكيسون عليها التليفون كي تقول له هذا هو اللي قتلك لبارح ذلك السيد اللي كي يجي لعندي وكذا وهذا ركيتها الله في يولا باس عليه وهذا اللي قتلك شنو ظهر الكراه جاب معا ساحبون مشو ما نتعشوا بعدا من عوغي بالعشاء ديالنا وكذا مشو ما نتعشوا معاهم كي تقول له يلا كنتمشي معا يا هذي كيتعشاء وكذا كي يدوهم الدار كي يقول لهم يلا مشو ما تخافي حاجة اه ما تخافي حتى تمشي حاجة كي يمشيوا الدار كي يكونوا يعني في واحد الليلة كي يكونوا حمراء كي يكون حضر فيها الشراب حضر فيها الفسق الفساد الموجون في التالي الاخر مثلا كي يكون مواكل شي قرقوبية كي يكون عنده لا ضوز طالعة بزاف يعني شرب بزاف ديال الشراب ما كيبقى شي عقل على راساته كي يقول له ديري معي هذا الشي كده أنا ما كتبغيش تدير داك شي هذا اللي يبغاه هو لا را هذي اجيم هنا كيدفعها للسرجم كتطيح كتموت كتجي الشورطة هذه قصة كنعود لكم حقيقية شلي كي يوقع للمغربيات كتجي الشورطة العلمية كي يجي البوليسة واحد تسيدة في تشيرها رطحت من السرجم وما تتشكون دفعها ما دفعها ما نعرف شكون كده الله وعلم قال كنت سيدي شي ليلة حمراء قصق سارا في هالموجون في هذي تالي داك سحبتها كتتخرج عليها وكتسفتها لحفرة كتسفتها لقبور عدك ترتاح والشرطة العلمية كتجي وكتاخذ البصامات وكتدير البحث دياله وتحقيق الدوسة كي يمشي المحكمة الوالدين يسكنوا بعد 600 كيلومتر يطلعون نهار واحد بساكن كي يدبروا في البركوب يتسلفوا باش يطلعوا باش يجيبوا البنت لهم يدفنوها تماما المشاكيل كي يوقعوا روينا الدوسة في المحكمة في أقادير كيفاش يدير باشها الدوسة لديك المدينة فين كي يسكنوهما ثين أول جاني ما نعرف شكل كان معه الشهود علشان اندخلوا قعفاد القوقعات كلها وذلك المشاكيل كلهم اذهبوا في طريق الله اللي قال لي اذهبوا في طريق المستقيم وطريق للحلال ما يوقع لكش قاعدك الشي هاداك نظر الصباح اللي خدمتك تجيل دويرة ديالك تدير ويميلتك تنعسي معاهم مع ذلك الانسان اللي صالح لك بعد على الانسان اللي ما صالح شي معرفت من ولك اتعلم البالاء عباد الله تبعوغي الامتلاد المغرب غادي تنجحوا في الحياة ديالكم هذا اللي يوقع العديد ديال اللي بنت في المغرب انت كيتوفه ولا يستر مساكن اما كيلوحاشي واحد في شي واد ولا في شي دار كي قتلها ويقطعها مشاكيل يحيط علاش كتمشي ومعاشي واحد اللي ما كتعرفوش كتجهلوش كونه هو واحد الانسان اللي يهدرلك على الفسق والفساد والمشاكيل ديال الاخر بعيد عليه مشكل الثاني اللي بغت نطرق لأخوتين المغربة هو مشكل عاويس كيوقع العديد ديال المغربة ووقع لواحد البنت مسكينة خرجسها درس واحد منبر اعلامي وبقد فيها ووقع لها مشكل من يشرت الدار ومعاشي شجر ومعاشي الهدار حيث حنا كيقولو وحد المثال كيقول الحمار كيشوف الربيع ما كيشوف الحافة ما كيقولوش عالالحمار حاشك علاش حيث الحمار حياوان خادوم يخدم منها الحمار ستقول حاشك الاشي واحد المسالح سالو بارو ووله تقول حاشك مني تذكره من الحمار هو حياوان خادوم كيلا نطور عليكم اخوتين المغربة كان هناك شرط در كي تضيفها من بلاصة لابن تنقلهم من ذلك البلاصة لأنه كان لديهم أمين وزوين بسبب bạn والأخي لديهم أدخل بنا وعندما ان ترتفع في هذا الموضوع لأننا أشاهدك أن أشاهدنا عن عائلة أنت لديك أ Kyla Bani لأنه لدي 메가لة لكن أختي بأنه بنات كانوا مع الرسوس الله عليه وسلم في حرب وعندما أعانون الرسوس الله عليه وسلم في فترات الحرب الجنود كانوا حاضرين كانوا يطيبون الجنود والبنات والعيالات كانوا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة هي ضرورية في الحياة والمرأة هي اللي تولد الرجال الحقيقي والمرأة ولولا المرأة لما كنت أنا هنا أتكلم معك ومعكم في هذه اللحظة لأن أمي هي التي ولدتني لأن المرأة هي كل شيء في الحياة المرأة تلعب دور مهم في الحياة لأنك تبكي تقولي الناس يقولون ناكده لا يقدر الراجل يكون في الدار ديالكم باقي ولد لولد يكون عندك خوك ولد ولكن ربيش قال تبعيدك الشيء الذي قال الله في القرآن إذا بغيت ترتاحي نفسيا قال لك الله سبحانه وتعالى وكانت من الرسالة ديالي توصلك باش تصولها جيد ترتاحي الله سبحانه وتعالى قال لك عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يعني ربما كانت تزاد عندكم ولداتك الولداتك يخلق أموسيكسية مثلا حيث الكرموزون لا يكون لديهم متوازن مثلا ويخلق أموسيكسية يعني يخلق مثلي جنسي ما ستردائش وما ستبغيش وستطيع التحرير وتبقى يقول يا أخو يا كده مثلي والناس يضحكوا علينا أو لا يخلق مثلا شيئ واحد سالة وبارح شيئا قلسنار قوله في القواكد تكرفس عليك ويتديلك فلوسك عاودوا ما ستبغي وكانت تبكي يعني في كل تلك الحالتين كان بدأونا نبكي حيث لا نحمدوش الله على ذلك الشيء اللي اعطانا هذا ودف والذي نريحنا المغربة دي ما كان نبكيه في أي حالة كان نبكيه أعطانا الله شيئ حاجة كان نبكيه ما أعطانا الله كان نبكيه أنا ما جيتش هنا باش نعتبك ولكن جيت باش نصولاجيك باش نريحك أختي رجعوا للموضوع الأساسي ديالنا ولي وقع لكم مع تجارة ديالك ولي كيوقع العديد ديال المغربة حيث تجارة ديالك تكرفسات عليك حيث انتوما كتسكنوا فوقها وعندكم دري صغير كي يحبوه وهي قلت تكديروا لا صداع والتاهيانات تكدير صداع الموسيقى والروينة وفي التالي قلت بينا ضربتها ومشا تدار شهادة مزورة شهادة طبية مزورة قبل ما تشري الدار ديالك تشوف تشوف تجار ديالك شكونه واو سكومتر الضربة من هذه القضية اختي المغربة تشري الدار لا تشوف شغير الدار ما يمشيش العين ديالك غير مع الدار والفايونس والدروش والكوزينة كبيرة حيث في الزب ديال العيالات يمشي وشوفوا شي دار كيف يفرحوه تجي كتعود الاختاب والله إلا أختي الكوزينة كتحمق الكوزينة واسعة بعدها ارتاح مع رساتي والبلاكار كبير نديروا فيه القوامل بعدها ديالنا كلهم دكوا القوامل الكبر غاد يدخلوا في البلاكار علاش عندما نرحلوا دار كانت ديالنا فرقات ديال الكورة كانت طيبوا كي قال لأخر الفرقات ديال الكورة القوامل البوطات الكبيرة جوج ديال البوطات البوطات الصغار اللي يستر لها وقع شي حارق الدار ولا تفرق عاد شي بوطات الريزيدانس كلها مشات وهذا شي خطار وكيشكل تهديد على الساكينة حيث المغربة كلهم عندهم البوطات القاز في البوطات بحالها كيشكل خطار هذا هو المشكل اللي يقعون في المغربة كيشوفوا الكوزينة والفايونس والدروج والسراجم أول حاجة نشوف مني نشري الدار الجار ديالي اللي حدايا في جنبي فليمن وفي جنبي فليصر ونشوف نشوف شكون هما ذلك الجيران شكون هما ثاني حاجة نشوف ديال دار هذيك وش فيها جنون مسكونة حيث مش حال من دار يموت في اشيء واحد وكي نوضو فيها الخيالة في الليل جنون كينتش يا داركي وقع ثالث حاجة نشوف جار ديالي تسفلي شكون هوا رابع حاجة جار ديالي اللي فوقي شكون هوا خمس حاجة جار ديالي اللي انفاس معي شكون هوا ستس حاجة شنو كينتما وشكين سودور ولا ميكانيك هدايا واللحنة ديال البوطات اللي غا تفرق عندو ش بوطات تفرق الدار ديالي يلو لحده هده هم المسائل الضرورية اللي كنشوف انا قبل ما كنشوف الدار كنشوف هاد الشي هادا عاد كنشوف الفايونس وكننرجع للكوزينة واش واسعة والسراجم والتريات حيث حال غير التريات اللي دوننا العقل هده هم المسائل الضرورية اللي خصك تشوف قبل ما تشري الدار و قبل ما تحط الفلوس ديالك واحد الحاجة نسيت اخصك تركز عليها مزيان وهدي مهمة بزاف وكان هادر عليها في الفيديو ديالي تشوف ديك الدار هادك وش ما فيهاش مشاكل ديال اللي ارت حيث تقدر تشريه وتسكنت موجه دق عليك شي واحد في الصباح علال السلام عليكم اخرج لي هم الدار شكون انت الدار ديالي هادا ويجي وربعه معه بجناوه والسيوفي يقول لك الدار ديالنا واداك خينا تلعب بيك ودحك عليك وعاف بي ان المشكل عندو مع الوارتاء وشراء وباعلك وشد الفلوس وعطاه لأخرين اعطاههم من نص هوب راسون سابوش فارود الحرام وموجريم وعطاه الفلوس لهدك ولاد عموه وجاء وهجموه عليك وخرجوك من الدار وفرقوديك عشرين مليون بعدياتهم وكي تلعب هكاك مع الناس كلهم دار ذاك الشهادة والضحك عليك خيرو الكلام ما قل وادل اظن ان ان قلتم ما فيه الكفاية الى عجبتكم الحلقة اقتسموها مع الجيران ديالكم والاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم والخد ديالكم والوالدين ديالكم باش تعمل فائدة الجامع ونزيده بالمغرب للقدام حيث حانا ما كان قولوش كلام نبي فالقناة هذه المتواضعات كنتمنى نهر سعيد للجميع الى الحلقة القادمة ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة